ماذا بإلى مراسلين ونبدأ به هشام الرباط من منطقة السادس من أكتوبر من الحصري أظن من ميدان الحصري هشام يعني كنت موجود وسط الجماهير قلنا يعني المشاعر القلق التوتر النهاية الحزينة كلمنا عن رد فعل الجماهير أنا أظن أن هشام تسمعني يا جماعة هشام أنت سمعني؟ مساء الخير أستاذ ألميس يعني إحنا هنا في منطقة 6 أكتوبر وطبعا كنا بنتبع أحداث المباراة النهائية النهاردة ما بين مصر والسنغال طبعا المباراة انتهت بخسارة منتخب مصر ولكن حققنا مكاسب كتير جدا من البطولة دي يعني حققنا مكسب مثلا معانا جيل جديد من اللاعبين منتخب مصر بقاليه شخصية جديدة رغم الهزيمة النهاردة ورغم خسارة المباراة النهائية احنا بنتكلم أن مصر حتى هذه اللحظة هي صاحبة الرقم القياسي 7 ألقاب ببطولة أفريقيا يعني النهاردة السنغالي باللعبها ده أول لقب يفوز به في تاريخهم رغم صعودهم إلى نهائي هذه البطولة أكثر من مرة لكن النهاردة منتخب مصر في هذه البطولة واجه ظروف غير طبيعية شفنا الإصابات شفنا أكرم توفيق في أول مباراة بيصابه وظهر الأيمان الأساسي لمنتخب مصر شفنا إصابات بعد كده للشناوي شفنا إصابة حجاز شفنا أن إحنا بنلعب النهاردة رابع مباراة على التوالي 120 دقيقة كاملة وده رقم كبير جدا في كرة القدم وجهد بدني كبير جدا في كرة القدم على أي فريق في العالم مش منتخب مصر بس أي فريق في العالم هيتأثر بدنيا وزهنيا أيضا بسبب الإداءة الكتير اللي لعبناها أيضا السنغال يعني النهاردة بتلعب مباراة متأخرة عننا يوم يعني إحنا لعبنا بعد السنغال مباشرة قدام الكاميرون لعبنا فرق قوية جدا في الأدوار الإقصائية زي كوديفوار وتخطناها المغرب تخطناها الكاميرون صاحبة الأرض واللي بتستضيف البطولة تخطناها والنهاردة لعبنا مباراة كبيرة قدام السنغال رغم الهزيمة البطولة كسبنا منها لعيبة ما كناش ممكن نتخيل أنهم يبوا موجودين في منتخب مصر كسبنا محمد عبد المنعم كسبنا مهند لاشين كسبنا النهاردة إمام عشور وهو عاد اكتشاف نفسه في مركز الظاهير الأيمن شفنا أحمد فتوح بيتطور بشكل كبير جدا في هذه البطولة شفنا لعيبة كتير جدا موجودين في منتخب مصر وخدوا فرصته مبقافي جيل منتخب مصر وفيه شخصية صحيح النهاردة المشاهد كانت الناس حزينة وزعلانة وكان نفسنا نفوس باللقب التامن ولكن مع ذلك الكل قال كتر خير اللعيبة أنها وصلت وأنها وصلت للنهائي بالظروف الغير الطبيعية وجهنا في بعض المباريات ظروف تحكمية صعبة جدا خصوصا في ماتش الكاميرون طبعا النهاردة بنتكلم أن المدير الفاني لمنتخب مصر ومساعده موجودين في المدرجات مش في الملعب وده برضو يعني من الظروف الغير طبيعية لكن على كل حال مصر يا صاحبة الأرقام القياسية في التتويج بالكان مصر هي أكبر يعني لديها أرقام قياسية كبيرة جدا في بطولة أمم أفريقية معايا بعض الناس اللي كانت بتشاهد هذه المباراة هناخد بعض الآراء يعني عايز أعرف من حضرتك رأيك في المباراة وشايف إزاي المصر في هذه البطولة وإن احنا بنلعب أربع مباريات في 120 دقيقة طبعا احنا بنحب نشكر اللعبة في الأول ومنهم هارد لك وكده هم برضو عمل عليهم أربع مطشاط على توالي بنلعب كسيرتايم و120 دقيقة وبرضو مش معاي فرقة يعني معظم الفرقة حتى سنغال كانتريها أسهل بكتير مننا احنا مثلا لعبنا مع كل المرشحين الأوائل وكل الناس من التصنيف الأول في أفريقيا وعادي احنا خلاص عملنا فريق وعملنا بطولة كبيرة والبطولة ديت ان شاء الله نقدر نبني عليها نعمل فريق أحسن الفترة الجاية وخلاص ننسى المطش ده عشان نركز في تصفيات كاس العالم وأكيد هدف أكبر وده الأهم أهم أكيد من تدوجب البطولة ان شاء الله يبقى تعويض ان احنا نصعد كاس العالم وخلاص ننسى بقى ونبني على الفريق ده وان شاء الله بإذن الله نحاقب نتاج مرضية في شهر الجاي اللي هي مطشين السنغال وبس وهرد لك اللعيبة يعني وحنا الناس كلها يعني خلاص كانت مزدومة كل الناس أصلا كانت خلاص كانت أملها 100% على البطولة بس خلاص احنا عملنا العينة وزيادة وكان فيه صبات كتير قوي طول البطولة وخاط الدفاع عندك كان كله تصواب والحارس الأساسي بتاعنا وحتى ابو جبل كان طبعا سادد وكان في مكانه وكان كويس جدا بس خلاص هارد لك لنا وللعيبة ومنشكرهم برضو اللعبك كلها النهاردة يعني خلاص بمنهارين وكده واحنا عايزين برضو نقف جنبهم عشان يقدروا يكملوا ونبني ونقدر نبني على الفريق ده في الفترة الجاية مكاسب لنا كتير جدا من البطولة دي شايفها ازاي المكاسب هو أهم مكاسب لنا في البطولة دي ان احنا خلاص رجعنا لأفريقيا يعني خلاص بقى عندنا فريق بقى عندنا فريق نقدر نبني عليه بقى عندنا خلاص جيل نقدر برضو الفترة الجاية مع الإصابات اللي هترجع وبردو نقدر برضو ندعم شوية يبقى فيه العيبة أفضل المستوام الدوري المصري أو بره محترفين ان شاء الله الفترة الجاية نقدر نبني على الناس دي بحيث ان احنا خلاص بقى عندنا خلاص جيل وبقى عندنا طريقة وبقى لنا شكل وشخصية على عكس الاول طبعا ما كناش عارفين منتخبنا بيلعب دفاع أو هجوم يعني حاليا طبعا الناس ما فيش يعني فيش شوية عدم رضع عن وده الفرق ما بين كان بطولة 2017 اللي برضو وصلنا فيها النهائي والنهارده اه حتى 2017 ما وصلنا النهائي كنا أسوأ وكنا أقل لكن البطولة دي لأ بينا أحسن ووقفنا عرجلنا أحسن حتى لنا شخصية حتى لو بنعب بسلوب دفاعي شوية بس يعني لينا شكل بنعرف نوصل بنعرف ناخد اللي احنا عايزينه برضو من مواتشاط فدي دي كتأهم حاجة وصلت لنا يعني اللاعبين شايف مين من اللاعبين اللي انت أجادوا في البطولة دي أو بمعنى أصاح اللي انت شايف انهم ظهروا وخدوا فرصة وبقوا موجودين وممكن المنتخب في الفترة اللي جاي يجيب لعبة تاني والله أنا شايف أهم المكاسب طبعا محمد عبد المنعب اللي بيلعب في الدفاع وفيه يعني هو كأواخد معظم الناس يعتبر جديدة وجوه جديدة على المنتخب والناس كلها بصراحة أنا شايف انهم بيقدوا بروح خصوصا من بعد دور المجموعات يعني شايف بيلعبوا زي ما قال الأستاذ كل المنتخبات تصنيف أول يعني بنرغب ان هي خسارة وكل الناس زعلانة بس مرضيين راضي عن أضاء اللاعب شايفين في الموتوشة اللي فات بازلوا موجود جامد جدا ولعبوا أكسرة طايم على ثلاث مباريات وراء بعض مع فرق كبيرة طبعا وشايف أهم حاجة المكاسب ان الروح رجعت للمنتخب تاني يعني ما كناش بنشوف الروح دي من فترة طويلة من يعني شايف ان اللعيبة بيبقى عندها حماس لآخر دي ما بتخلش بنقطة عرق في المباريات وشايف اللعيبة اللي هي الجديدة دي بصراحة مكاسب اكتسبت خبراته واتبقى ان شاء الله في اللي يام اللي جاية ان شاء الله تقدر تساعد المنتخب بشكل اكبر يعني وخصوصا تصفاق كاس العالم اللي هي جاية يعني ان شاء الله ربنا يجعلها عوض لنا عن البطولة دي اللي هي اهم ان شاء الله ان احنا نصحك كاس العالمي شكرا يعني عز عرف منك النهاردة الجهد البدني في المباري كان ليه تأثير كبير جدا والله طبعا اول شي بديقول لهارد لاك للعيب المصريين والمنتخب المصري طبعا انا سوري وكنت عم تابعكن اول باول وخطوة بخطوة اول شي في ضغوط على اللعيبة طبعا وفي اللي احنا عم نلعب كمان بالوقت الاضافي كزا مباراة وطبعا الموقف هذا يعني بيشكل ضغط على اللعيبة يعني دي كانت اراء بعض الجماهير اللي كانت بتشاهد المباراة ويعني انتهت اللقاء ولكن زي ما قلنا فيه مكاسب كتير جدا شخناها من خلال البطولة دي لمنتخب مصر شكرا زمين حشام الرباط اشتركوا في القناة